هذا الرسم الأولاني يبين عملية تركيب أو عملية برشمة لمعدن تراكبي دو صف واحد هنا تركيب يعني معدن متراكب فوق معدن ويربط عن طريق صف واحد من البرشمة أو البصمية يعني لو طلبت من عندك رسم نوع برشمة تركيب دو صف واحد بتقوم برسم هذا اللي موجود أمامك لو كان عندي ممكن مساحة كبيرة جداً ما بتحتاج إلى أكثر من صف فبتجرأ بهذا الشكل صف وهذا صف وهذا صف فبسمي هذه الوصلة هي وصلة تراكبية تناء الصف ويقولنا تراكبية يعني المعدن بيكون في أعلى المعدن الآخر ماذا عن التناكبي؟ التناكبي يعني معدن أمام الآخر يعني معدن أمام الآخر إذا قد عند القطع من المعدن بهذا الشكل وقطع أخرى بهذا الشكل فبتحتاج إلى عبلية الربط باستخدام باستخدام جزء وصلة بسبيها الوصلة السندة وبتقوم بربطها بهذا الشكل من هذا الجهة وبن هذا الجهة فبتسمى هذه الوصلة وصلة تناكبية لأن المعدن المتقابلين هنا تناء الصف تمام ذات وصلة سندة واحدة أما إذا كان عندك سمك معدن هذا سمك كبير الوصلة بتكون غير كافية فممكن نستخدم وصلتين سندتين وصلتين سندتين بهذا الشكل فبالتالي يحدث هنا لو حضر قطع لبصمار بيحدث له هنا في هذا الجزء وفي هذا الجزء يعني بيحدث له عملية قطع مرتين بينما هنا لو كان استخدام وصلة واحدة بيحدث له عملية قطعة واحدة أما في التراكبي إذا فشلت الوصلة بتحصل أيضاً هنا نسميها الكي عدد القطع هنا بيكون مستويات القطع واحدة إذن لو طلب من عندك رسم تراكبي ذي صف واحدة سنرسم هذا تراكبي ثناء الصف سنرسم هذا الرسم تناكبي باستخدام وصلة سندة واحدة بهذا الشكل تناكبي باستخدام وصلتين سندتين وتناء الصف سنرسم بهذا الشكل الموجود أمامكم ماذا عن التشوهات اللي ممكن تحدث يعني نقول إن هذه الوصلة الربط بالاتها فشلت يعني شنو فشلت؟ يعني كانت قوة التحميل F القوة للتحميل F أكبر من قوة الاحتكاك ما بين البصمار وسطح المعدة فماذا يحدث في هذا الحل؟ ممكن يحدث عملية قص للبصمار أو قطع للبصمار أو يحدث عندك تموج أو تعرج القطعة المربوطة أو يحدث أن تنضغط أو تنسحج مادة القطعة المربوطة فهذه الحالة تقول إن هنا هذه التشوهات الحصلة عند حدوث الفشل الشواكة يحدث الفشل لما تكون القوة التحميل أو الاسترس اللي بتأثر على قوة المعدن تمام؟ على البصمار يعني أكبر من قوة تحمله أو احتكاكه أما حتى تكون الوصلة هاي وصلة ناجحة يجب أن تكون يعني هذا السؤال ممكن يجيب لك صحة أو خطأ أقول لك أن الوصلة الناجحة هي الوصلة التي يكون فيها قوة الاحتكاكي الـ F أكبر أو مساوية لقوة التحميل F هذا الصحيح أما لو كان العكس طبعا هتكون وصلة فشلة يعني لو قوة التحميل هذه أكبر من قوة الاحتكاك تمام؟ هتكون هتأدي إلى فشل عملية الربط تصميم الربط إيشون إحنا نصمم الاستخدام الربط المناسب للمعادن المناسبة فبنتستخدم القانون العام اللي ينص على أن الـ F S بتساوي الـ Area في التاو في الكي في الـ N هذا قانون يجب أن نعرفه أن الـ F S هذه هي القوة المؤثرة على مصمار واحد والقوة وحداتها نيوتن الـ A هنا هي مساحة مقطع المصمار طب انتوا عارفين أن المصمار هذا بيكون مساحة مقطعه شنو دائرية على شكل استوانا فيكون مساحة مقطعه شنو نعم باي دي تربيع على أربعة مضروبة في التاو هنا أو مضروبة في شير سترس إجهاد القص يعني هنا العلامة التاو هذا بسميها إجهاد إجهاد القص ومضروبة أيضا في الكي الكي هناك اللي هي بسميها عدد مستويات القص طب عدد مستويات القص هناك ممكن تكون مستوى واحد أو مستويين الكي هادي بتساوي واحد لما يكون الربط عندك شنو تراكبي أول ما تجد مسألة فيها ربط تراكبي أعرف إن كي بتساوي واحد تمام؟ لأن القطع في مستوى واحد ماكو وصلة ساندة أما لو كانت تناكبي ممكن إن كي بتساوي واحد وممكن كي بتساوي اتنين بتساوي واحد لو استخدمنا وصلة ساندة واحدة وبتساوي اتنين لو استخدمنا وصلتين ساندتين يعني هناك بيحصل مستويين للقص أما الإن هي عدد السفوف اللي انت بتلجأ لها أو بتحتاجها لربط هذا المعدنين مع بعض هذه هي المعدنة العامة طب قص البرشام اتفقنا بتحدث هذه الحالة عندما تكون مدة قطعة الربط أقوى من مدة البرشام عندما تكون مدة قطعة الربط أقوى من مدة البرشام يحدث لها عملية ربط فبثل تخيل لو انت عندك قطعتين مربطتين في هذا الشكل ماذا يحدث لو كانت القوتين دول المتساوياتين ماذا يحدث هيحدث ان بالتأكيد ان الشد سيكون على القطعتين فبالتالي يحدث هناك قص لهذا البصمار من هذا الجهة تمام يحدث ان رأس البصمار الاعلى بتتجه في اتجاهه ورأس البصمار الاسفل ورأس الجهة التانية بتتجه في هذا الاتجاه فهنا نقول ان هذا القص مفرد يعني كيف تساوي واحد تمام او ان الكسر في قطعة واحدة بس ماذا لو كان عندنا وصلة ساندة اهي قص بوصلة ساندة فماذا يحدث هناك باوع هنا الوصلة الساندة وين مكانها بين القطعتين تمام فممكن يحصل ايه يحصل قص مستوي منها لانما تيجي تشد القطعة بهذا الشد بهذا الاتجاه او تشد القطعة بهذا الاتجاه التاني هيحدث قص هنا وقص بهذا الجهة يعني اذا على حسب ما بيكون القطعة او القطعة الساندة ما موجودة وين مكانها هنيجي بقى نصمم او نعرف المعادلات اشلون نستخدم او نصمم قطر البصمار بصورة عامة اذا كان صمك المعدل او صمك القطعة اللي انت رايد انك انت تربطهم مع بعضها اللي رمزنا لها بالرمز تي بتكون اكبر او مساوية لتمانية ملي متر بنستخدم المعادلة التي تنص على ان الدي اللي هو ديامتر او قطر البصمار بتساوي ستة الجزر التربيعي للتي واضح؟ مرة تانية لما بيكون لحساب قطر البرشام واحد لما بيكون سمك القطعة T سمك القطعة المربوطة اللي هو السمك هذا هذا السمك هذا السمك لما بيكون هذا السمك اكبر او مساوي لتمانية ملي متر تمام؟ يعني سواء مية تمانية او اكبر من ذلك بنستخدم ان احنا نحسب منه قطر البصمار هذا نحسب قطر البصمار عن طريق المعادلة قلت نص على ان الدي اللي هو الديامتر للقطر البصمار هذا بيساوي لي ستة الجزر التربيعي للتي اللي هو سمك المعدن اللي هي الريتر تربطه مع بعض طلع من القطر المناسب لسمك هذا المعدن شايفين العلاقة ما بين سمك المعدن وقطر المعدن؟ طبعا كلما بيزيد السمك طبعا اكيد الديامتر هيزداد وياك طبعا الطريقة الثانية لو كانت السمك المعدن هذا اقل من ثمانية ملي متر اذا كان اقل السمك المعدن اقل من ثمانية ملي متر شلون تستخدم في ايجاد القانون في ايجاد القطر بستخدم القانون العام اللي احنا اخدناه قبل شوية ان الف اس بتسوي لي الاي في التاو في الكي في الان واحد يقول لي وين هنا انا الدي وين ما كان الدي هنا انا موجودة في الاريا تمام ولا فبينطيك هو القانون الاف وبينطيك اجهاد القص وبينطيك مستويات القص وبينطيك عدد السفوف بيحتطلع منها الاي المساحة ومن المساحة ان اعرف ان بتسوي باي دي تربيع على اربعة اطلع منها القطر البصمار المناسب للسمك اللي هو اعراطه لك بالمسألة هذا اول شيء لحساب الايه قطر بصمار لحساب المسافة ما بين البرشامين المسافة ما بين البرشام والبرشام اللي يجي اللي وراها هل احنا باي مكان نيجي نطقب ونقلب برشام ولا اكو هناك قانون يسمح لك المسافة ما بين الطقب الاول والطقب الثاني نعم هناك قانون يقول ان البيب ان هي المسافة ما بين الطقب الاول او مركز الطقب الاول ومركز الطقب الثاني الذي يليه بتتراوح ما بين اثنين ونص دي الى ستة دي مرة تانية المسافة المسموح بها ما بين البرشمين حتى لا ينصحق أو حتى لا يحدث تعرج لسطح المعدن يجب أن تكون هذه المسافة تقع ما بين 2.5 قطر البصمار و 6 قطر البصمار إذا كانت في هذا الرنج ستكون الوصلة ناجحة أقل من